بعد مرور خمس سنوات على النزاع لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة في ظل غياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع هكذا لخص رئيس فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن كمال الجندوب المشهد في البلاد فريق الخبراء البارزين الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان وفي تقريره الجديد قدم قائمة أسماء مشتبهين لم يفصح عنها بممارسة جرائم حرب في اليمن التقرير خلص إلى أن كافة أطراف الصراع في اليمن استفادت من غياب المساءلة حول الانتهاكات الإنسانية وارتكبت انتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم حرب داعياً من المجتمع الدولي إلى إدانتها وضمان محاسبة المتورطين فيها فريق التحقيق الأممي لم يتحدث فقط عن أطراف وجماعات محلية بل اتهم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب باليمن وذلك من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف كما اتهم الفريق أيضاً إيران بالمشاركة في ارتكاب الجرائم من خلال دعم ميليشي الحوثي التي تستخدم أسلحة لها آثار مدمرة واسعة ضد المدنيين والأعيان المدنية الفريق الأممي قال إن اليمن يسوده مناخ من التخويف ومن الصعب الحصول على شهود في ظل التهديدات الموجودة مشدداً على حاجة الماسة للحفاظ على أي أدلة تتعلق بارتكاب جرائم الحرب في اليمن أسباب عديدة إذن وجدت الأمم المتحدة أنها ما تزال تؤثر بشكل خطير على المدنيين منها الغارات الجوية للتحالف والقصف الذي يقوم به الحوثيون وهي انتهاكات جسيمة تعاقب عليها جميع القوانين